السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قضية داخلية تخص دولة الكويت الشقيقة لكن أعطى رأيي فيها من حيث القانون ومن حيث أمور تنطبق مع بعض الدول العربية ولا أقول جميعها ففقد توضيح لأن الموضوع يشبه بعض الدول العربية حتى يعرف بعض المواطنين الكويتين أو حتى العرب اللي مهتمين بالموضوع اللي أشكلوا في الخبر اللي راح يحكي عنا قضية الحملة اللي بالكويت سحب الجناسي أو تخيير البعض سوري بين أنه يستمر ليحمل الجنسية الكويتية أو يسقطونها ويستمر في جنسيتها الأخرى اللي يحملها هذا الخبر داخلي يخص الكويت الشقيق وبالتوفيق لهم وحكومتهم أدرى بيهم وشعبهم أدرى أيضا من مصلحته لكن أنا فقط كلام للأخوة في الكويت بعض الدول العربية من ضمنها السعودية من ضمنها الأردن من ضمنها العراق من ضمنها بعد ما تحضرنا أي بلد أعتقد حتى مصر وبالطبع أعتقد الكويت كذلك أنه ما تسمح بزدوات جنسية لدول المنطقة لكن ممكن جنسية أوروبية بعض الدول العربية على فكرة حتى أوروبية ما تقبل لكن بمعنى شنه هذا يمس الأمن الوطني لهذه الدول وهو شي منطقي وإذا كان العراق بعد صار التهير بعد رحيل صدام حسين ومجيه هذه الحكومة والوضح هذا إذا غيروا العراق أتمنى أيضا يرجعوا لله لأنه هذا الشي المنطق والصحيح شلون هو مستن كافي من جنسية بلد عربي آخر هو مو أنه تفضل البلد الغربي على البلد العربي المجاور إليك لا الموضوع ما يكون بهذه الصيغة ولكن كونك تحمل جنسية بلد مجاور إلى بلدك قد يصر تتش بين هالبلدين قد يكون خلاف قد يكون شي قد يكون مسألة ولااءات قد يحدث خلاف بين هالبلدين هذا شي وكذلك مسألة الضريبة والذمة المالية هذا يكون شي غير لائق وهذا يمثل خطر على الأمن الوطني مهما كان علاقة هالبلدين العربية المجاورة أو غير العربية على فكرة مهما كان بيناتهم راح تكون علاقة جيدة لكن يبقى هذا الشي مصدر قلق فعليه إذا أنت مثلا كويتي وعندك جنسية سعودية هذا الشي مو لائق لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا حتى نفسيا ولا حتى وطنيا ولكن إن كان عندك جنسية أمريكية وإنت كويتي إن كان عندك جنسية كندية وإنت سعودي هذا الشي ممكن إلى مبرراته لأن هذا البلد بعيد وهذا البلد ما عنده حدود مباشرة وياك وكذلك ذاك البلد عنده أنظمة صارمة ممكن تعرف بها البيانات وكذلك حتى بالضرائب وكذا تكون الأنظمة مختلفة والبعد المكاني إلى دورة يكون واضح؟ أعتقد البعض فهم مغزاي كذلك الموضوع يتعلق إذا كان عراقي عنده جنسية أوروبية أو أمريكية مثلا هسا أنا عندي جنسية عراقية جنسية الأم الأصلية بلد الأصلي وعنده جنسية أمريكية أمريكا بعيدة على العراق وكل شي واضح ومن أروح بيانات معروفة بالعراق ويعرفوني أنا أيضا أنه أنا أحمل جنسية أمريكية يعني موجود الشي هذا بالمعاملات ولكن إن كان إن كنت عراق آخر أخذ جنسية أردنية أو سورية أو كويتية أو لبنانية تمام أو مصرية أو إيرانية هنا راح يكون شي غير لائق لا اقتصاديا ولا أمنيا ولا معنويا هنا لازم البلد يسقق يقول له يأما تستمر بجنسيتك يأما تاخذ جنسية البلد الآخر فالإخوان الكويتية الموضوع من هذا الباب على فكرة حتى الجنسية أعتقد سمعنا أنه الفنان ماجد المهندس رغم أنه الفنان يعني شي عام مو مثل كثير مواطنين فممكن إليه استثناء لكن مع ذلك سمعنا أنه الفنان العراقي لأصل معروف يعني ماجد المهندس بداية الألفية يعتقد هو معروف عراقي الكل يعرف أنه عراقي لكن سمعنا أنه بعد ما أخذ الجنسية السعودية بلغوا أنه لازم يسقط جنسيتها العراقية وكثير أمور بهذا المجال فاللي حب أقول له يا أخوان أنه الموضوع ما بي يعني نكايات شخصية ولا بيفتنة ولا بي شي من حق الكويت كبلد إلى سيادة أن يراعي قوانينه وأنا أيدهم أنه المواطن الكويتي لازم يكون عنده جنسية كويتية فقط ممكن جنسية غربية وكرر جنسية أوروبا الغربية أو أمريكا وكندا أو أستراليا هذه الدول العالم الغربي اللي نسميه لأن هذه الدول بعيدة عن منطقتنا العربية وما ممكن أن يكون الإنسان منتملهاي أمنيا وذيك أمنيا وذيك الدول كذلك عندها بيانات وممكن تشاركها أما الدولة المجاورة قد يكون مثلا مثل ما صارت اقتلال العراق للكويت مثل ما صارت اليمن والسعودية وكثير الأمور يعني ما يردى تطرق لها إن شاء الله الأمن والأمان بين دولة العربية وبالذات منطقتنا الجزيرة العربية والخليج وعرب آسيا لكن تبقى هاي الأمور بصراحة مو لائقة أنه بلدين متجاورين وانتتح من جنسياتهم أبدا في هذا المجال حق كل الحكومة الكويتية والمواطنين الكويتين اللي يأيدون هاي الخطوة تحياتي للجميع والله يحفظكم